دجاج نشوي بتتبيلة التوم والليمون وزيت الزيتون متأكد لو جربته رح تحبه وتعتمده بعزائمكم هالوصي يفضل إنا نستخدم الدجاج اللي وزنه بين 500 إلى 700 جرام بعد ما نظفت الدجاج وتركته بحدود الست ساعات منقوع بالمحلول الملحي نتخلص من الأجزاء الزائدة ومن قص الدجاج فقط من الخلف هرمته بأداة التخريم ومنبدأ بتجهيز التتبيلة واللي هي عبارة عن كمية من التوم المهروس وكمية من زيت الزيتون وعصير الليمون منضيف البهارات والملح ومعجون البندورة نخلط المكونات مع بعضها ومنوسعها فوق الدجاج منوسع التتبيلة على كامل الدجاج من فوق ومن تحت ولا ننسى بين الجنحان بنفس صحن التتبيلة رح نحط معجون طماطم وزيت سيتون منبدأ نوجه الدجاج فيه وهالخطة مهمة لحتى يعطينا عند التحمير لون كتير حلو بترك الدجاج لالي كامل منقوع بالتتبيلة أو أقل شي 6 ساعات وجه الدجاج رح يكون من أسفل لحتى يتنكه بالتتبيلة وتاني يوم بقلبه على الوجه بغلفه بورق الزبدة والأسطير وبدخله لفرن حماته مسبقا بعد مرور النصعة برفع ورق الزبدة والأسطير وبرجع بدخله الفرن ليكمل استواءه وعند التحمير هرح أدهنه بنفس الصص اللي نزل منه برجع بدخله الفرن وبتركه يتحمل حسب الدرجة المطلوبة وهلأ صار وقت التأديم قدمت جنب منه رز مع البزالية وصص الطحينية وصلطة المشاوي وعند التأديم لا ننسى ندهن الوجه بالمرأة اللي نسلت من الدجاج جربوها متأكتر رح تعجبكم وبالعافية